قررت مصلحة الضرائب فرضى ضرائب جديدة على صنع المحتوى على اليوتيوب وكذلك على المدونين وقال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر إن على المتكسبين من صنع المحتوى التوجه إلى مأمورية الضرائب للتسجيل فيها أو في الضريبة على الدخل ومأمورية القيمة المضافة في حال أن بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه مصري خلال عام من تاريخ مزاولة النشاط وفي سياق الضرائب على التجارة الإلكترونية قال عبدالقادر إنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري وهو أنشطة المهن الحرة تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 عنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ مصطفى عبدالسلام رئيس قسم الاقتصاد في العربي الجديد والخبير الاقتصادي رحب بك أستاذ مصطفى وفي البداية تعليقك على هذا القرار وهل تتفق معه أم لا؟ بالطبع أتفق معه فرض ضريبة على صناع المحتوى في العالم أو البيع عبر الإنترنت هي ظاهرة باتت عالمية وليست تخص مصر فقط على سبيل المثال يوتيوب أبلغ كل صناع المحتوى أنه سيتم اقتطاع حوالي 24% من دخلهم لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية الأمر الثاني وجدنا في شهر يونيو الماضي على سبيل المثال مجموعة الدول السبعة الصناعية بتفرط ضرائب على شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام في حدود 15% وطبعا المقصود بهذه الشركات جوجل على سبيل المثال تويتر فيسبوك أمازون مايكروسوفت وهكذا وبالتالي ما يحدث في مصر هو يتماشى مع الاتجاه العالمي الأمر الثاني أن مدام شخص يكسب ويربح لابد أن يسدد مستحقات الدولة خاصة وأن بعض هؤلاء باتت ممارستهم شبه مستفزة أحد هؤلاء الذين يمتلكون قناة لصناعة المحتوى كان منذ أسابيع بيلقي بالأموال في المياه يعني موقع آخر أو صانع آخر للمحتوى أرباحه وصلت تجاوزت في عام 266 مليون وبالتالي على هؤلاء أن يسددوا مستحقات الدولة الناس بتشوفه ليس عادل يعني أنك تأخذ ضريب من عامل مثلا مرتبه ألف أو ألفين جنيه ويكون حد بيكسب ملايين المياهات بشكل منتظم يعني ولا يخضع للضريبة نفس الموضوع يتطبق برضو على الإعلانات على الفيسبوك وبعض الأمور المتعلقة بالترويج للسلع والدعاية للسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دايما بيكون فيه قلق كمان من التصرب هذا الموضوع لأنه في النهاية اللي بيعمل المحتوى ده آه هو عايش في مصر لكن سهل جدا يسجل مثلا المكان بتاعه أو القناة بتاعته في أي ملاذ آخر مش موجود في مصر ممكن يسجل إنه بيطلع يعمل شركة مثلا وشفنا بعض الاقتراحات اللي من هذا النوع لمواجهة التصدي للضرائب إنه يؤسس شركة مثلا في المملكة المتحدة بالذات مسؤولية محدودة بتكون معافية من الضرائب بشكل ما فبالتالي فيه حلول أو فيه وسائل يمكن التصرب من خلالها هل بتملك الدولة قدرة نية تواجه هذه الحيل للأسف يعني هذا سيعد نوع من التهرب الضريبي وطبعا في القانون إنك إنت في حالة التهرب الضريبي بتصل العقوبة الخمس سنوات طبعا بالإضافة إلى إنها مخلة بالشرف لكن هو يعني توقعات إنها يحدث من قبل هؤلاء نوع من التهرب على سبيل المثال سيقوم باحتجاز الأموال في الخارج بمعنى سيعطي تعلمات لسواء يوتيوب أو غيره من الشركات المشرفة على صناعة المحتوى بعدم تحويل الأموال للداخل داخل مصر وبالتالي على الحكومة أن ترى حلا في هذه المسألة هذه إشكالية كبيرة يعني عندما على سبيل المثال فنان شعبي زي حسن شاكوش عندما قناته تكسب حوالي 50 مليون في السنة وبالتالي على هؤلاء أو محمد رمضان أو زين أبو أحمد أو غيره أو غيره وبالتالي على هؤلاء أن يسددوا مستحقات الدولة دون اللجوء لمحاولة التهرب خاصة وأن النسبة المقتطعة يعني ليست ضخمة يعني أنا أتحدث على يوتيوب في الولايات المتحدة بقتطع حوالي 24% مصلحة الضريب في مصر بتقتطع 10% الدول الصناعية الكبيرة بتقتطع 15% وبالتالي علىها لأنه قال الأكتر من 500 هيخضع كمال لضريبة القيمة المضافة وبالتالي هيخضع للضريبة على الداخل والضريبة القيمة المضافة فهنوصل تقريبا برضو للـ 24-25% لو قسنا الإجمالية هو بشكل عام كل ما هو مقدم سلعة وخدمة في مصر بيخضع لضريبة القيمة المضافة اللي هي في حدود بالدخل للدولة دلوقتي نحن بنتكلم السنة في حدود 450 مليار جنيه وبالتالي هي تعتبر دلوقتي أكبر بند للإرادة الضريبة فنصر أننا السنة دي الحكومة بتتكلم عن إرادات ضربية بتتجاوز تريليون أو ألف خمسة وتسعين مليون جنيه وبالتالي هناك توسع كبير في قصة البحث عن موارد ضربية قصة توسيع رقعة ضريبة القيمة المضافة الأهم يا أستاذ تامر اللي احنا بنتكلم فيه أنت بتأخذ مني ضريبة لابد أن تنعاكس على مستوى الأفراد الشعب بشكل عام على مستوى الخدمات المقدمة للناس طبعاً ده الطرف الثاني بقى في المعادلة يعني ما ينفعش تكون معادلة من طرف واحد أنه بأخذ جزء من دخلك ومش برضولك في صورة خدمات طيب فيه دايماً استغرابك كبير شوية من فكرة التعامل مع الدرائب أو أن أنا أعتبرها مصدر أساسي في الدخل بتاع الدولة والافتخار بأن أنا قايم بشكل أساسي على مواردي في أغلبها الأعام يعني جاية من الضرائب اللي بأخذها من الناس والأغلب أو المشكلة دايماً بتتخذ من العمال ومن الموظفين لأن دول سهل تأخذ فيها من المنبع وبيكون فيها خلل كبير فيما دون ذلك يعني الناس اللي أرباحهم بالملايين سواء رجال الأعمال يخضعوا لضريبة الصعودية ولا مثلاً ضريبة أرباح رأس مالية على البورصة وبنشوف ناس زي مثلاً يوتيوبرز يكون ياسم التكلم أنه سهل جداً يتسرب وما يدفعش الضريبة في المقابل أنت بتاخد دايماً من الناس الأقل داخلاً بيعتبرهم هما دايماً تحت عين الدولة وفيه سوء تاني خالص أنت فاشل أنك أنت تعظم أرباحك منه ده صحيح يعني أنت بتتكلم وده فيه خلل فزيع في مسألة الإرادات الضربية في مصر على سبيل المثال وتبقى لأرقام رسمية أنت التهرب الضريبة في مصر في حدود 450 مليار جنيه والملفت للنظر أن كبار المتهربين شركات إما شبه حكومية أو أحياناً مؤسسات كبيرة طبعاً وإضافة لممارسات رجال الأعمال وبالتالي من غير اللائق على هؤلاء أن تحدث عملية التهرب الضريبة يعني أنا أنا يعني بأنصح الحكومة على سبيل المثال بدلاً من أن توسع دائرة الضرائب والرسوم اللي هي أصبحت هي المصدر الأول لإرادات الدولة دلوقتي أن تكافح التهرب الضريبي أنت بتتكلم فيه 450 مليار جنيه الأمر الثاني أنك أنت تزود الإنتاج زي ترفع معدل النمو الاقتصادي بمعنى إيه لو أنت عملت مشروعات جديدة لو خلقت فرص عمل خلقت فرص عمل معناها أنك أنت هتقططع من المرتبات ضريبة الداخل لو أنت خلقت مصانع وأنشأت مصانع وأنشأت استثمارات وبالتالي هؤلاء سيدفعون ضرائب أرباح رأس مالية وبالتالي كل ده هيصب ممكن تزود الضريب دون أن تزيد الرقعة الضربية أو تزيد العباء خاصة على الموظفين العاديين شكرا لك الأستاذ مصطفى عبد السلام الحديد للاتصال ترجمة نانسي قنقر